إيه اللي انحققتوا لحد دلوقتي في الرؤية بتاعة الوزارة علشان أقدر أدخل المليار سائح دول أو لا مش المليار المليون سائح الزيادة دول تمام يعني عايز أقول لحضرتك أن عائدات المحميات الطبيعية تضعفت أو بقيت تضعفت بنسبة 1600% خلال 40 الفتو ده علشان عملت بنية تحتية قدمت خدمات وروقت للمحميات الطبيعية عملت ايه تاني؟ نخلق التعاون مع وزارة السياحة هي التنشيط السياحة اتحاد المصري لغرف السياحية بدأ يبقى عندنا نوع آخر من شركات السياحة اللي هي قادرة على جلب هذا النمط من السياحة متخصصة في كده متخصصة في كده تاني حاجة بقى عندنا رخصة للإيكولادش رخصة للنزل البيئي قبل كده كان يا فندق يا مبيش دلوقتي بقى عندنا رخصة للنزل البيئي بقى عندنا جايدلاينز أو دليل إرشادي لو أنت عايز تعمل نزل بيئي أو فندق بيئي داخل محميات الطبيعية هذه الإرشادات اللي أنت محتاج تمشي عليها شتأخذ الرخصة الليلة في النزل البيئي بتوصل 600 و 700 دولار للليلة الواحدة بالرغم أنه مش نفس الشكل بتاع القتلات العادية أبسل بكيه ما فيهوش بالضبط ما فيهوش نفس التجهيزات بالعكس مليان ريستريكشنز إلى آخره لكن الليلة فيه أغلب لأنه المستهدف أو السائح المستهدف نوع تاني خالص صحيح